نروح بقى لملف المونديال مرة كمان ومباركة المباراة برضو ما بين طبعا كرواتيا والمغرب كان عندنا أمال برضو إن المغرب طبعا يفوز لكن كان فيه هدفين مقابل هدف المغرب عملت اللي عليها وزيادة بصراحة شفنا لاعب وشفنا استقتال في المعال عبودال ليهمني يعني أنا كمشجع دلوقتي عربي كمشجع إفريقي كمشجع مغربي أنا في الأول في الآخر عايزة شوف إن الفريق أو المنتخب اللي أنا بشجعه عامل اللي عليه وزيادة وبصراحة المغرب عاملة اللي عليها وزيادة هذا المونديال وما كانتش مؤثرة أبدا في الملعب ومش هنرجع نقول بعض الأعذار زي بسا أصلا ما دلوقتي عندهم إجهاد أصلا فيه إصابات هو الأمر الواقع اللي على الأرض اللي حضراتكم عارفينه فيه إصابات وفيه غيابات ده واقع لكن برضو مش هنطلع نقول هي خسرت عشان كده عشان ما بحبش إن احنا نعاول على شيء يا كريم بصراحة احنا عملنا اللي علينا لعبنا شرفنا العرب في هذا المونديال سلطنا الضوء على الكرة الأفريقية الكرة العربية وبإذن الله نقدر نحقق أكتر بقى كمنتخبات عربية المونديال القادم لأنه هو ده اللي احنا نتمنى ويا لي قبيلة كجماهير كمان عربية كفاية بقى من الواحد يبقى خايف إنه هو ينافس الكبار خايف إنه هو يبقى فيه تنافسية بينه وبين الكرة العالمية أنا شايفة إنه احنا أصلا يعني كل الأندال العالمية دي على الأقل فيها 2 أو 3 كل فريق فيهم أو أصول إفريقية وعربية فعني ده على الأقل على كل حال يعني هارد لك لمنتخب المغرب لكن تاني زي ما أنا بدأت الحالة قلت خسروا المباراة لكن كسبوا المونديال أنا بشوف كده فعلا فبالتوفيق في اللي جاي بإذن الله لازم نرجع ونقول تاني وتالت ورابع شكرا جزيلا للمتخب المغربي الحقيقة على كل اللي عملوه كل اللي أقدموه خلال رحلتهم أو مشوارهم في هذا المونديال يكفي يا حضرات إنه إحنا يعني جي علينا اليوم اللي بنبقى عاديم فيه مع بعض ونتكلم إن إن شاء الله المغرب حتكون في النهائي بغض النظر المغرب جزائر تونس مصر فكرة إنه إحنا أصلا بنتطلع وخلاص فيه شط ويد تقطع في هذا الإطار بنتطلع إن إحنا نشوف فريق عربي منتخب عربي أو إفريقي فيه نهائي كأس العالم دي أعتقد حاجة غير مسبوقة وأكيد تستحق بمجابها لعيبة المغرب كل التحية والتقدير